ده كان كلام المهندس خالد مرتجي وأعتقد أنه أتكلم كلام مهم جدا جدا خصا عن ربطة الأندية وقال أن ربطة الأندية لازم تكون ربطة مستقلة في حد ذاتها لها قراراتها ولها شخصيتها ولها تسويقها لها كل حاجة مش معنى كده أن هي بقى يعني هي في حتة وتحاد الكرة في حتة قالك تحاد الكرة هو الأب الرسمي والأب الشرعي للعبة في مصر عشان كده اتكلم بمنتهى الوقعية بمنتهى الموضوعية بمنتهى الاحترافية عايزين يا جماعة نتعامل كعيلة لما ناخد قرارات مجمعة يعني قرارات في المصلحة العامة نتعامل كعيلة مش عامزين بقول قصد ده نادي أهلي وده نادي الزمالك وده نادي مش عارف إيه وده لا إحنا بنتعامل نشوف أن أحسن الأراء علشان نطلع بمضمون ونطلع بهدف يفيد الجامع كله المهندس خالد مرتجي أكيد عارفين أنه هو رئيس لجنة تحديث نظم حضور المبارات وتأمين الجماهير اللي عملها النادي الآلي بعضوية كل منه سيد طارق أنديل وسيد مهند مجدي وسيد محمد سراج الدين وسيد كمال مصطفى مدير حاسد الآلي وسيد سامح الرفاعي نائب مدير الشؤون القرنية وسيد أحمد سامي رئيس قسم إدارة المباريات وسيد أحمد عادل من إدارة المباريات المباريات لجنة كان عاملها النادي الآلي أو لازالت مستمرة أيضا في النادي الآلي للوقوف على أحسن وأحدث النظم لرجوع الجماهير بالشكل اللي حضراتكو سمعتوه دلوقتي من المهندس خالد مرتجي طيب أقول لكو كمان محمد مرجان قال إيه بسرعة كده عشان أنقلكو الصورة بطريقة اللي بتكلم بيها المهندس خالد مرتجي تدخل فعلا في قلوبكو قبل ما تدخل عقولكو كمان محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الآلي قال المشاركة في ورشة عمل آليات عودة الجماهير باتحاد الكرة قطوة مهمة جدا في إطار أهمية هذا الملف وإهتمام مجلس الإدارة بعودة المشجعين للمدرجات من جديد وأوضح أن الأهلي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال ولديه تجربة رائعة أشهدت بها رابطة الأندية المحترفة وأن هناك حرصا شديدا من جانب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على عودة الجماهير بصورة آمنة للغاية بصورة آمنة للغاية خليكو بس فكريني الكلام ده عشان نرجع نتكلم عليه تاني بصرعة دلوقتي تحافظ على جميع عناصر منظومة كرة القدم من جماهير قال يعني صرد الترتيب قال من جماهير ولعبين وأجهزة وحكام ومنشآت إلى جانب سلامة المنشآت وأكد أن عودة الجماهير بشكل آمن يتطلب تضافر جهود الجهات الأمنية مع اتحاد الكرة والأندية والجماهير على أن يقوم كل فرض في هذه المنظومة بدوره الكامل من أجل نجاح التجربة التي سيكون لها دور مهم في قوة المسابقة وهذا ما ينعكس بالإيجاب على الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة ده كان كلام السيد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي طيب تعالوا نتكلم بقى نجمع الكلام كلام المهندس خالد مرتجي وكلام الكابتن محمد مرجان اللي يسمع كده هقول لكم العقليات المخربة وقول لكم العقليات اللي بتدور على الصالح العام اللي يسمع كده من العقليات المخربة اللي احنا كلنا عارفين وعايزين نبعد عنها تماما وده اللي بنعمله عشاننا تلاشى الجانب ده خالص يقول لك ده بصوا بعملين يحطوا إيه وعملين يعملوا إيه وعملين يجيبوا إزاي وشركات أمن طيب العقلاني بقى اللي بيفكر في المصلحة العامة أنا بحافظ على ابني بحافظ على ابنك بحافظ على أخويا على أخوك على أختك على أمك الناس اللي بيروحوا يحضروا مباريات عايزين يروحوا يحضروا ويشعروا بمنتهى الأمن والأمان عشان كده كل الإجراءات دي ما هي إلا تأمين لحضرتك والأسرتك والكل محبيك غير كده انسى أنك تسمع أي كلام تاني بنعمل كل حاجة عشان نحميك بأسرتك زي ما قلت تاني عشان كده كده أكدت وقلت تكملة لكلام المهندس خالد مرتجي الكلام اللي قاله الكابتن محمد مرجان عشان نشوف الصورة اللي حضراتكم بتشوفها دلوقتي قدامكم قال بفكركم بالكلام تاني قال أن هناك حرصا شديدا من جانب مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب على عودة الجماهير إزاي بقى بصورة آمنة تحافظ على جميع عناصر منظومة الكرة من عددهم الأول حاجة من الجماهير تاني حاجة من اللاعبين تالت حاجة من الأجهزة والحكام إلى جانب سلامة المنشآت ده كان الكلام بشكل عقلاني جدا جدا وأعتقد أن حضراتكم كلكو هترحبوا بهذا الكلام طالما بيخدم المصلحة العامة وبيحافظ علينا إحنا كناس مشجعة ومحبة للعبة كرة القدم أي أن كان انتماءنا هو إيه؟ أهلاوي زي ملكاوس مع اللاوي أي أن كان انتماءنا هو إيه؟ عايزين نروح للمباريات وإحنا متطمئنين جدا أنا عايزة بعت ابني يروح ابني يقول لي تعالى أنا عايزة روح ماتشاة أقول له لا ما فيش ماتشاة وأنا ممكن أجيب له دعوة مش هوديك عشان أنا الآن أنا مش عارف إيه لا يحصل لكن دلوقتي فيه كاميرات متنقلة مش سابتة فيه رقابة في كل حاجة فيه شركات أمن وعدة جدا محترفة جدا بعرفوا إزاي يتعاملوا مع الجماهير فيه كل حاجة بس باحترافية ده الهدف منه في الأول وفي الأخر وده اللي بيأكد عليه وده اللي بيأكد عليه النادي الأهلي وده اللي ده عليه المهندس خالد مرتجي والكابتن محمد مرجان المدير التنفيذ النادي الأهلي اللي هو الدخول بشكل آمن والخروج بشكل أأمن ده الهدف من الكلام كله عشان ما فيش حد يلعب في دماغنا طيب امبارح كان معايا على التليفون المهندس محمود الشامي رئيس ربطة الأندية المحترفة وتكلم بصراحة باستفادة وتكلم حتى أنا امبارح لو تفتكروا حضراتكو ما سألتوش هو كان بتكلم وبقول باستفادة في كل حاجة كل الحاجات اللي حضراتكو عايزين تسأله عليها كل الحاجات اللي أنا كنت عايزة تسأله عليها وكل الحاجات اللي كمان لإعداد كان بيقولها لي عشان أسأله اتكلم بمتال الاستفادة أنا بحييه جدا وبحترمه جدا يعني تعالوا طيب نروح نشوف تقرير مع المهندس محمود الشامي بعد الورشة العمل النهاردة ونرجع نتكلم في اللي قاله المهندس محمود الشامي